بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين أصحاب الفروض البنت وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهم الثلثان بنت الابن وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين الأخت وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن الإخوة لأم وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور الزوج وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم الزوجة من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين الجدة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي الأب وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا الجد وكذلك الجد وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين تکے نزف توقف توقف لكن ترجمة نانسي قنقر